في اطار جهودها لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة التي تعرضت او تتعرض لحوادث او نكبات طارئة اعلنت الحكومة زيادة المساعدات المقدمة الى ليبيا والمغرب بقيمة 30 مليون جنيه اضافية واكدت الحكومة الضرورة الملحة لوضع مخرجات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ كوب 27 موضع التنفيذ وتضافر الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية واثارها المدمرة اشتركوا في القناة